في عقيداته قال نجم ميلا والمنتخب الجزاري إسماعيل بن ناصر إنه كان يؤمن منذ البداية بقدرة فريقه على الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأضاف بن ناصر أن فريقه فشل في المنافسة على لقب سكودينتو بسبب جهزية المنافسين بشكل أكبر هذا الموسم كنا نؤمن بذلك لأنه كانت لدينا رغبة لتحقيق شيء إضافي بدوري الأبطال ففي الموسم الماضي كانت التجربة هي الأولى في هذه المنافسة بالنسبة لغالبية اللاعبين وفي هذا الموسم ذهبنا بعيدا لأن أي منافسة تلعبها يجب أن يكون ذلك من أجل الفوز وليس للظهور والمشاركة فقط وذلك رغم أن الأمر معقد لأن هذه المنافسة تبقى كبيرة جدا ويجب أن نمنح فيها كل طاقاتنا الدوري بشكل عام يلعب على تفاصيل صغيرة وفي هذا الموسم لم ننجح في المنافسة على لقب سكودينتو مثل الموسم الماضي لأن الأمور في هذا الموسم معقدة جدا بسبب جهزية الفرق الأخرى ورغبتها في منافستنا لكون نفذنا باللقب والفرق أصبحت تعريفنا لتصبح مهمتنا أكثر تعقيدا ومما يكون فنحن نتعلم من تجربتنا هذه ونتطور وسنبذل كل طاقاتنا لتحقيق أهدافنا